السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مع المملكة الحيوانية اللافقاريات الرخويات البطن قدميات هذا هو البزاق لو ننظر إليه يستخدم اللي هو البطن تبعه كقدم في الحركة هاي منطقة الرأس تبعته اللوامس تبعته طبعا تكون قصيرة بيكون فيها الأعين على نهاية تهيها من هان طبعا الرأس تبعه هان بيبرز كغشاء شفاف بيخرجه من مقدمة المقدمة الأمامية وبيبدأ طبعا في رطوبة بيبدأ يتحرك وبيبدأ يفرز مادة مخاطية طبعا هان لما يطلع اليابسة ايضا طبعا عندي هان نفس الشغلة لو نيجي لا اللي هو الحلزون باللاقي هان هاي اللي هي اللوامستين اللامستين الكبيرتين في نهاية العيون هان اثنين صغار هان طبعا هذا الان اللي ظاهره هي منطقة الرأس ومنطقة القدم عشان هيك منقول سخدم البطن تبعه كقدم هاي منطقة اللي هي الصدفة طبعا هان بيوجد في مقدمة الرأس في اللي هو الفم من الناحية لتحت شوي هاي اللي هي المطحنة بيبدأ يأكل هاي الأوراق النبات طبعا بيقلو جهاز هضمي وبعد هيك قلو فتحة للإخراج عنده هان في الصدفة فتحة للتنفس وعنده هان طبعا هو في نفس الوقت الفتحة الإخراجية أيضا بالصدفة طبعا الصدفة هذة اللي بيكونها منطقة العباء طبعا منطقة العباء بتكون لجوة عنده جهاز دوران أيضا وعنده اللي هو شو تاني يعني عنده جهاز دوران وعنده جهاز هضمي وهان بنقول بيفرز مادة مخاطية بيستخدمها لتيسير اللي هو الطريق عنده هان هاي كلها يتطالح هان اللي هي منطقة الباطن والرأس فيها هذا الشكل هاي وهي الآن ما شاء الله الرأس تبعو هان بارز جدا بالنسبة للحلزون إذن هاي عندي إيش اللي هي طبعا هذة يا جماعة بتعيش على اليابسة تعتبر خنات تضع البيض ولكن تفضل التلقيح الخلطي وبيفقس والفترة تقريبا في الربيع فترة اللي هي التكاثر تبعته بيضا فيه في فترة الصيف طبعا ما اشتداد الحرارة لأنه جسمه بيكون رطم بيلجأ إلى البيات اللي هو الصيفي بحيط هاي المنطقة أو منطقة الفتحة اللي هان بيبدأ يتكون طبقة غشائية رقيقة عليها وبيض كل جوة بيسكر على حاله منهان وتكون طبقة كوسيلة لحماية حتى يأتي الشتاء تصير فيه عنده رطوبة وبتنخفض درجة الحرارة بيبدأ يطلع ويتكاثر وبعد الكرة مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته